وقه وزير خارجية فرنسا ستيفان سيجورني الشكرة للرئيس عبدالفتاح اسيسي مؤكدا أن بلاده تنظر لمصر على أنها دولة مهمة للغاية في المنطقة وثمن سيجورني خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع وزير الخارجية بدر عبدالعاطي ثمن الجهود المصرية المفذولة لإصال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة والتزام مصر كواسيط لوقف إطلاق النار في القطاع هذه المرحلة الأخيرة في مصر تبين أهمية شركتنا وتكلمت عنها معالي الوزير وكذلك المكانة المركزية لبلدكم لإيجاد حل لتفادي الحرب الإقليمية وكذلك لخدمة السلام وتهدئة التوترات الإقليمية معالي الوزير سوف ألخص رسالتي بثلاث نقاط رسائل ثلاثة هي التي نقلتها خلال هذه الجولة إلى الذين التقيت بهم في المنطقة أو رسالة الأولى نود أن نحيي الجهود الدبلوماسية الثابتة التي تبرونها منذ بداية الحرب في غزة من أجل إيصال المساعدة الإنسانية تكلمت عن هذا معالي الوزير ونحن الاثنين وبلدينا فرنسا ومصر عمل كثيرا معا لتوفير الدعم الإنساني والطبية للشعب الفلسطيني في غزة وأمل أن نحن نريد أن يستمر هذا التعاون وحتى فيما نسميه باليوم التالي أريد أن ننطلق في تعاون جديد خدمة للغزويين ولتعزيز المساعدات الإنسانية وأيضا وبشكل خاص التزامكم أنتم كوسيط إلى جانب قطر والولايات المتحدة للوصول إلى وقف إطلاق نار مستدام